اشتركوا في القناة مع التمرين الأول لإظهار دور جزء من الوحدة البنائية للجهاز العصبي إليك الوثائق التالية أولاً تعرف على البيانات المرقمة وسم البنيتين سين وعين ثانياً حدد دور البنية سين في مختلف الأنشطة العصبية إذن المطلب هنا أن نحدد دور البنية سين في الحس الشعوري دور البنية سين في الحركة الإرادية ودور البنية سين في الحركة الإرادية إذن نمر مباشرة لمناقشة وحل هذا التمرين نبدأ مباشرة بالإجابة على السؤال الأول والتعرف على البيانات المرقمة إذن واحد يمثل أو تمثل مادة رمادية أما اثنان فتمثل مادة بيضاء أما ثلاثة فيمثل جسم خلوي أربعة يمثل ليف عصبي وخمسة تمثل تفرعات نهائية أما البنية سين فهي عبارة عن مقطع عرضي في المخ المخ الذي تتوزح فيه المادة الرمادية والبيضاء كالتالي حيث تكون المادة الرمادية محيطية والمادة البيضاء في المركز أما بالنسبة للبنية عين فتمثل رسم تخطيطي لبنية العصبون أو نقول رسم تخطيطي للخرية العصبية نأتي الآن لتحديد دور البنية سين في الأنشطة العصبية إذن بالنسبة للمخ له دور في الحس الشعوري وله دور في الحركة الإرادية بينما يغيب دوره أو ليس له دور في الحركة اللا إرادية والدليل أنه عندما درسنا المنعكسات الشوكية عند الضفدع قمنا بتخريب الدماغ فلم نلاحظ أي استجابة إذن هنا نركز على دور المخ في الحس الشعوري والحركة الإرادية بالنسبة للحس الشعوري يلعب المخ دورا مهما في ترجمة الرسائل العصبية الحسية إلى إحساس واعي سمع رؤية شم إلى غير ذلك ويقول ذلك بفضل سطوح القشرة المخية المتخصصة حيث نجد ساحة السمع، ساحة البصر، ساحة الرؤية، ساحة الذوق وهكذا أما بالنسبة لدور المخ في الحركة الإرادية فيعتبر مقر نشأة الرسالة العصبية الحركية أن يتم الأمر بالحركة على مستوى سطح الحركة الموجود بالمخ إذن فعل مستوى المخ تنشأ الرسالة العصبية الحركية في الحركة الإرادية إذن هذا هو دور المخ في مختلف الأنشطة العصبية والآن نمر مباشرة للتمرين الثاني عند تجاوز الخط الدفاع الثاني تستجيب العضوية باستجابتين مناعيتين استجابة ألف واستجابة باك كما توضحه الوثيقة رقم ثنين المطلوب أولا أكمل الجدول التالي وذلك من خلال إجراء مقارنة بين الاستجابة ألف والاستجابة با من حيث نوع الاستجابة المناعية الخلايا المتدخلة الوسائل الدفاعية المستعملة طريقة نقل هذه المناعة ونتيجة الاستجابة وأخيرا اشرح مراحل الاستجابة المناعية ألف إذن نبدأ مباشرة بمل الجدول بالنسبة لنوع الاستجابة التي توضحها الوثيقة ألف هي استجابة مناعية خلطية كيف عرفنا ذلك؟ من خلال الالبي إذن الخلايا المتدخلة في الاستجابة المناعية الخلطية هي الالبي وأيضا من خلال ظهور أجسام مضادة إذن فنوع الاستجابة المناعية ألف هي استجابة مناعية خلطية أما لوع الاستجابة المناعية في با فهي استجابة مناعية خلوية حيث تظهر لنا بالوثيقة الخلايا اللنفوية التائية ألتي وكيف تقوم بتخريب الخلايا المصابة بالنسبة للخلايا المتدخلة في الاستجابة ألف هي الالبي أو الخلايا اللنفوية البائية أما الخلايا المتدخلة في الاستجابة المناعية با الخلوية فهي الخلايا اللنفوية التائية بالنسبة للوسائل الدفاعية في الاستجابة المناعية الخلطية ألف تستعمل أو يتم استعمال الأجسام المضادة التي تشكل معقد مناعي مع مولد الضد أما الوسائل الدفاعية المستعملة من طرف الخلايا اللنفوية التائية فتتمثل في إفراز مواد كيميائية تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تخريب وتحليل الخلايا المصابة بالنسبة لطريقة نقل المناعة طريقة نقل المناعة في الاستجابة المناعية الخلطية تتم عن طريق المصل الذي يحتوي على الأجسام المضادة بينما طريقة نقل المناعة في الاستجابة المناعية الخلوية الممثلة بالاستجابة فتتم عن طريق نقل الخلايا اللنفوية التائية بحد ذاتها الآن آخر خان معنا وهي نتيجة الاستجابة بالنسبة لنتيجة الاستجابة المناعية الخلطية فتتمثل في تعديل مولد الضد ماذا نقصد بتعديل مولد الضد أي تثبيته وتثبيته ومنع تقاثره وإبطال مفعوله أما نتيجة الاستجابة المناعية با فتتمثل في تخريب الخلايا المصابة والآن نمر مباشرة للشطر الثاني من السؤال في هذا التمرين وشرح مراحل الاستجابة المناعية ألف إذن تتم الاستجابة المناعية النوعية الخلطية في أربع مرحل المرحلة الأولى وهي مرحلة التعرف والتنشط في هذه المرحلة تتعرف الخلايا اللنفوية البائية على مولد الضد وتنشط أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التقاثر وفيها تتقاثر الخلايا اللنفوية البائية أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التمايز في هذه المرحلة تتمايز الخلايا اللنفوية البائية إلى خلايا لنفوية بائية منتجة للأجسام المضادة نسميها خلايا لنفوية بائية بلازمية LBB وخلايا بائية ذاكرة LBM تحفظ نوع مولد الضد المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التنفيذ في هذه المرحلة يتم تشكيل معقد مناعي جسم مضاد مولد الضد إذن في هذه المرحلة هي مرحلة تعديل مولد الضد عن طريق تشكيل معقد مناعي جسم مضاد مولد الضد والآن نمر مباشرة لآخر تمرين وارتأيت أن يكون تمرين لضيق الوقت ساعة واحدة إذن آخر تمرين معنا في هذا الفرص تعرض سليم لحادث مرور خطير جعله يفقد كمية كبيرة من الدم مما استدعى ضرورة تزويده بالدم تم تأكد من زمرت دم سليم بإضافة مصل الاختبار لقطرات من دمه فتبين أن زمرته الدموية هي ببوزيتيف تقدم للمستشفى كل من محمد ورضال التبرع بالدم لإنقاذ زمينهم المطلوب أولا على ماذا يحتوي مصل الاختبار ثانيا حدد الزمر الدموية لكل من محمد ورضا ثالثا برأيك من يمكنه التبرع لسليم محمد أو رضا علل إجابتك وأخيرا مثل بمخطط نظام الأبيئو إذن تمرين حول الزمر الدموية به أفكار عديدة نمر مباشرة لمناقشته وحله إذن نبدأ بالإجابة على السؤال الأول على ماذا يحتوي مصل الاختبار يحتوي المصل الاختبار على أجسام مضادة هذه الأجسام المضادة هي عبارة عن مضاد الآ مضاد البي ومضاد الدي أو انتي دي أو يمكن أن نقول مضاد الريزوس أو مضاد الإراش تحديد زمرة كل من محمد ورضا بما أنه حدث ارتصاص مع مضاد الآ وحدث ارتصاص مع مضاد البي فزمرة محمد هي AB وبما أنه لم يحدث ارتصاص مع أنتي دي أو مع مضاد الدي فزمرة محمد سالبة إذن زمرة محمد هي AB نيغاتيف أما بالنسبة لرضا فلم يحدث ارتصاص مع مضاد الآ ولم يحدث ارتصاص مع مضاد البي ولا ارتصاص مع مضاد الدي إذن فزمرة رضا هي O نيغاتيف إذن سؤال الثالث من يمكنه التبرع لسليم صاحب الزمرة الدموية بي بوزيتيف الذي يمكنه التبرع لسليم صاحب الزمرة بي بوزيتيف هو رضا صاحب الزمرة O نيغاتيف التعليل لأنه حسب نظام الابئو ونظام الريزوس ايراش فإن الزمرة O نيغاتيف تعتبر معطي عام أما بالنسبة للمخطط فيحفظ أبناء التلاميذ وصلنا لنهاية الفيديو أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه التمارين ومن الأفكار التي تحتويها لمزيد من الاستفسار اتركوا لي تهليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى دمتم أبناء طيبين وإلى لقاء آخر